اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدو قال لما بن وجوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء سيرة مصعب بن عمير رضي الله عنه أبو عبد الله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد المناف من بني عبد الدار من السابقين إلى الإسلام ومبعوث النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام في يثرب بعد بيعة العقبة الأولى ويعتبر أول سفير في الإسلام وحامل لواء المهاجرين في غزوتي بدر وأحدة نشأ في مكة شابا جميلا مترفا يرتدي أحسن الثياب ويتعطر بأفضل العطور قتل مصعب بن عمير في غزوة أحدة لم يترك مصعب عند مقتله إلا نمرا أرادوا تكفينه بها فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجلي بدى رأسه فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم صلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد صلاة أبدا دائمة إلى يوم الدين ثم ما بعد حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلامي النبلة حيث ذكر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي على رحمة الله جملة من طبقات الرجال والأطال الشجعان والنجباء الأطهار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لما سطر بكتابه المبارك وجر قلمه سيالا بذكر أحوالهم وفعالهم تجاوز الثلاثين مجلدا بأربعين طبق ولذلك تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا وحديث بطلنا في هذه الحلقة بطل من أعلام الإسلام بل هو أول سفير للإسلام وعندما أقصد السفير أي رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم دعيا إلى الله ومبلغا لدين الله جل وعلا فما هي صفاته وما هي أحواله وما هي المقامات العالية التي حازها مصعب مصعب بن عمير كان رجل من فتيان مكة أي من الناس الذين كانوا له الطبق العالية كان رجلا مترفا كان رجلا مشهود له بالحسن والجمال وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما سمع بإنزار الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو في لحظة أن يسمع هذا الدين فما هي إلا لحظة ودخل في دار الأرقم نبي الأرقم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات ويبين لهم المكانة الإسلام ويتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين يتلو عليهم الآيات من الرحمن والنداءات لأهل الإيمان فكان هنا الفرح لهؤلاء الجيل الرباني هؤلاء لما سمعوا بقرب مصعب وعلموا أن مصعب يريد الإسلام فرحوا فرحا عظيما كان هذا الفرح العظيم أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخذ الصحابة بفرحهم له ترحيباً وله انتباهاً في هذا الأمر من الفوائد هذه القصة إخواني الكرام وهي فائدة عظيمة مهمة لكل داعي إلى الله جل وعلا كل إنسان داعية ينبغي له أن يعرف ما كان في مآثير النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أشهر الإنسان إسلامه ودخل في دين الله يستحب هنا إخواني الكرام أن يسلم عليه وأن يرحب به وأن يرحب الترحيب حتى يجد ثباتاً بإذن الله جل وعلا على دين الله كأن يشهر إسلام في مسجد من المساجد ثم يأتي إخوانه المسلمين ويسلمون عليه يجد ثباتاً بإذن الله جل وعلا بل يقول بعضهم لما دخل الإسلام ورأى الناس يسلمون عليه قال في هذه اللحظة شعرت شعوراً لم أشعر مثله قط وهذه هي حلاوة الإيمان كما يقول ربنا عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشد فضلاً من الله ونعمه الفضل وحده لله والفضل والاستفاء لله أنهداك واجتباك إلى طريق الخير مصعب كان يكتم إسلامه هنا جواز على أن الإنسان يكتم إسلامه إن ثم هناك مصلحة وما هي المصلحة؟ بأن يدفع عنه الضر لأن قوام المصلحة إما أن يكون جلب منفعة ودفع مفسدة بعض الناس لا يفهم المصلحة إلا جلب نفع هذا خطأ المصلحة قد تكون جلب نفع وقد تكون دفع ضر هذه المصلحة التي ذكر سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام أن قوام الدين كله على المصلحة إما جلب منافع أو دفع للمضار كما ذكر الإمام العز بن عبد السلام مصعب بن عمير أحد الصحابة المقدمين إلى الخيرات وتاركين لمنكرات بإذن رب البريات أول سفير بالإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يدع عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة فكان خير السفراء رضي الله عنه وأرضاه أحيكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى ما سمعكم عبر أثيري قناة سفراء الفضائل نطف ونجول في سيرة النبي المأمول ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لم نتكلم على صحابين واحد ولا اثنين ولا ثلاث إنما نذكر بحال ما ذكر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله بسيارهم ومطالعهم حيث ذكر الإمام شمس الدين بحاله ومقاله ما كان فيه إشارة وعبرة للمؤمنين لأن يتشبهوا بعباد الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزن مصع بن عمير لما أسلم كتم إسلامه ولم يعرف أحد بإسلام لماذا؟ لأن هناك عداء عظيم وهناك بطش كبير لزمرة من الشباب فإذا أظهر هذا الأمر بطشوا به وجرت له المفسدة طيب ما هي المفسدة الحاصلة؟ هو ضرر عليه وعلى بدنه ولذا قام ذات يوم وصلى مصعب وفي نصف صناته نظر له عثمان بن بطلحان أثمان لما رآه هنا صاحبه وكان مشهور عنده اللقب والآفة التي جعلوها على المسلمين الصابعة وهنا وقفة سريعة وفائدة سريعة ليست العبرة بالألقاب ليست العبرة التنابز بالألقاب إنما العبرة بحقيقة الفعال ارفع الشعار الذي تريد وسمي الأسماء الذي تريد واعمل ما شئت فإن الأسماء لن تغير من الحقائق بل العبرة بالفعل لا حقيقة الإسم تسمي الإسم الفلاني المكان الفلاني الحال الفلاني لا عبرة بالمسميات إنما العبرة بأفعال الرجال أهي مواكبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة تدعي وتقول كل ذلك لا ينفع كل يدعي وصلا بالليل وليلة لا تقررهم على ذلك كل يدعي أنه واصل إلى الأمر الشرعي وواصل إلى الحكم النبوي فهذا لا يعني أن الإنسان يأخذ بالأسماع لذلك لما قام عثمان بن بطلحة ونشر ذلك سمع والداء مصر لما سمعوا وعلموا أن ولدهم قد غير دينه أخذوا أولا بالأسلوب الأول وهناك أساليب مشهورة من قريش لمعالجة الصحاب أربع أساليب من أخطر الأساليب التي واجهت قريش الإسلام وكل إنسان داعي إلى الله لابد أن يواجه هذه الأربع الأول الترهيب الثاني السخريان الثالث الترهيب الرابع العذاب الأليم عياذا بالله هذه الأمر وهذه أيضا مقاصد بين حيلولة الناس على سماعك يحلون منك هذه الأساليب كلما وجد الحق ووجد الباطل تجد هذه الأسل إما ترهيب إما ترهيب إما أن يكون حيلولة بينك وبين الناس إما أن يكون هناك أسلوب معين في التعذيب يكون هناك البطش هذه قريش لما واجهت أول نور الإسلام فلما كان ذلك كذلك وثبت مصعب على الحق دعوه إلى دين أبائه وجده فثبت بإذن الله ونصره الله عز وجل هنا تغير له والده وتغيرت له أمه الحنون فقال أنه أصبح أشد فقرا من الفقر بعد أن كان من أعلى الناس وأغنى الناس صار من أفقر الفقراء رضي الله عنه وأرضاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر